موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم ان شاء الله تكونوا بخير اليوم سوف نعمل معكم الفتوش طبعا الفتوش اللي رح نعمله هو مميز هو رح نعمله فتوش الغزاوي واللي بميزه طعمته الخاصة ونكهته الخاصة خلوكم معنا تابعوا الفيديو لنشوفك بالنسبة للمقادير انا عندي هون الخبز مقطع مثل مشافين اطحينة نعنى ثوم فلفل انا عندي هون الفلفل او الفلفل حد بإمكانكم انتوا تستخدموا الحلو اخيار بندورة والليمون بالاضافة للحباء هلا بدنا نجيب دفة التقطيع اذا بتتحرك عنكم دفة التقطيع دايما محرمة وشايفين شلون سبتت هلا بدي اقطع انا الخيار بدي اقطعه لربعات طبعا هالفتوش بميزه اللطحينة والحباء اللي فيه كتير طعم وطيب بعد الشكل بعد الشكل اكله سهله وطيبه وسريعه ومتل ما قلنا ببداية الفيديو الواحد لازم يجرب ويغير عن نوع فتوش هو ما اعتمده موسيقى موسيقى ناخد البندورة كمان ونفس الشكل كمان مربعات اي ما منحتاج له منحطها عجنب ونفس هذا الشكل هلا بدي اكمل باقي البندورة موسيقى هلا بالنسبة للسلصة بدنا نحط التوم والفلفل نحط لهم كمان شوية ملح وبدنا ندقهم ونجيب النعنى كمان بدنا ندق الله نعنى مع التوم مع الفلفل الروايح يا جماعة الروايح يا جماعة كتير لهلا شهية الواحد صايم فتفتح النفس هلا منجيب الباسيليكوم او الريحان بالنسبة للريحان طعمته كتير طيب ما هنفتوش نكتر شوي طحينة ريحة الحدودية مع التوم الليمون الحباء النعنى الله 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 بدا شوية كمان الليمون ونحط اللطحينة خبرونا شو طاقين اليوم شو عاملين على الصفرة الله يتقبل منا ومنكن يا رب هلا بدنا نيجي للتعديم هلا بالنسبة للتعديم بدنا ننزل اول اشي الخبز هون رديت جبت انا عندي البقلة نسيت احطها بالبداية وعندي وراء الفجل كمان ضفتن رشة ملح تقليبة بسيطة منرد منحط الخليط ومنحرك منيح بالنسبة للسلطة يا جماعة السلطة كتير خفيفة مالة قيلة منحط هلا الفجل ومنحط الزيتون انا بحب الزيتون فيه منيح زيت زيتون وصحتين وعافية صياما مقبولا وافطارا شاية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة